حديث الظاهرة اليوم حديث إذن عن الولايات المنتدبة الجديدة عن المقاطعات الإدارية بالمدن الكبرى وإيضا الولايات المنتدبة بالهضاب ومحطات ومحاور أخرى أسعد بمناقشتها مع السيد سيديني عبد الرحمن المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أهلا بكم سيدي وبكم أهلا سيدي ونشكركم على الاستضافة أهلا بك دائما رئيس جمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر البوليدة قسنطينة عنابة ووهران لو نتكلم بداية عن هذه المقاطعات الجديدة وهذا التقسيم الجديد نعم سيدي هو قبل صدور هذا المرسوم هناك مرسوم آخر في خمس سيد الرئيس الجمهورية لترقية بلدية الدبداب إلى دائرة ومرسوم كذلك لترقيتها إلى مقاطعة إدارية وذلك قصد استكمال مجموعة المقال المولاية المنتدبة المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 1540 أما بالنسبة للمرسوم الخاص بـ 14 مقاطعة إدارية المحدثة فيندرج في إطار ملف ثاني التي كانت تعكفة على دراسة وزارة الداخلية بتوجيه من فخامة سيد الرئيس الجمهورية ويخص التجمعات السكانية الكبرى وكذلك المدن الجديدة لا يخفاك بأن هناك مدن جديدة التي تم تشيدها وتضم الآن ما يزيد حتى 400 ألف ساكن يعني ما بين 200 ألف إلى 400 ألف ساكن وهي تجمعات ضخمة جداً أصبحت تقتضي تنظيماً إدارياً متناسباً مع تطور هذه التجمعات كذلك الأمر بالنسبة للتجمعات السكانية الكبرى أو المدن مثل الوهران عن نابا وغيرها حيث في السابق كنا نتكلم على مرافق عموية بلدية عندما نتكلم مثلاً على شبكة لرفع النفايات نتكلم على شبكة بلدية أو شبكة تطهير بلدية لكن الآن هناك ترابط وتشابك ما بين مختلف المرافق العمومية الجوارية هناك ترابط في البنيات القاعدية وأصبح من ضروري إعادة النظر في التنظيم الإداري وتعزيزه حتى تكون هناك ممثلة لكل الموارد والإمكانيات المتاحة للجمعات الإقليبية من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة للمواطنين والتكفل بإحتياجات المواطن وهذا شيء ضروري وأصبح أمر استعجالي الذي رأى وراح يسمح لنا باش نحسن الإطار المعيشي للمواطن على مستوى هذه التجمعات والاستجابة لطلباته بالسرعة وبالنوعية المطلوبة والمرجوة من طرف المواطن بصفة عامة لاحظنا مثلا علي منجلي علي منجلي كان تجمع سكاني ضخم في 2012 كان يضم 200 ألف وحسب التقديرات من المقرر أنه يصل إلى ما يربو على 400 ألف مواطن وهو كان متوزع على أقاليم ثلاث بلديات مختلفة الخروب والخروب عن سمارة واقسنطينا فكان من ضروري باش نوضعه في إطار تنظيم إداري اللي كان غايب لحد الآن هذا التنظيم الإداري الجديد في شكل مقطعة إدارية سيسمح لمصالح الدولة من العمل بطريقة عادية لماذا؟ لأنه سيكون هناك ولي منتدب ستكون هناك مديريات منتدبات تمثل مختلف المصالح الخارجية للدولة المعنية بتكفل بمختلف المرافق العامة كذلك ستضع مثل هذه التجمعات الجديدة في السياق الاقتصادي الجديد وسامح لها من الإسهام في الديناميكية الاقتصادية للجماعة المحلية الشي اللي نقولوه على علي منجلي نقولوه على أبوينان على سيدي عبد الله التي تندرج في إطار مخطط استراتيجي لعصرانة ولاية الجزائر العاصمة وبالتالي هناك نظرة استراتيجية شاملة بالنسبة لهذه التجمعات تندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة المستدامة للإقليم اللي كان بادر به فخامة سيد رئيس الجمهورية وأقره بموجب قانون في سنة 2010 بالتالي رانا في مصار متناسق ومتكامل لتأطير أقاليمنا بصورة الأنسبة ربما حتى نضع أيضا مع المشاهد الكريم النقاط على الحروف ربما الدراسة هذه اللي كان قبلا معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد كشف الصيف الماضي عن قرب الانتهاء منها وهي التي أفضت على هذا التنظيم نعم هي دراسة معمقة لشملت كل التجمعات السكانية الكبرى وانطلقنا من تقييم كل النقائس التي كانت تعتري طرق تسييرنا على مستوى على بعض التجمعات السكانية وثمنا تجارب سابقة مثلا تجربة القطاعات الحضرية على مستوى المدن الكبرى لاحظنا بأن هناك تشابك في المرافق العمومية عندنا تجارب اللي قمنا بها مثلا في جزائر العاصمة بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية اللي كانت تسمحنا من تجاوز بعض الصعوبات في التنسيق ما بين البلديات لتكفل بالمرافق العامة فبناء على هذه الدراسات وعلى هذا التقييم المستفيد اللي قمنا به اللي خرجنا بهذه الاقتراحات والتي أقرها فخامة سيد رأس الجمهورية بموجب المرسوم الأخير الذي وقعه خليني الآن سيد عبد الرحمن صديني نفتح معك وحد المجال هو موجود ومتدول كثير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة اللي منها ربما ما استبقت الإعلان عن بعض التقسيمات رسميا قبل ذلك نتكلم عن الولايات المنتدبة الموجودة في منطقة الهضاب العليا التي ربما الإعلان عنها وعن دراستها كان قبل استحداث المقاطعات الإدارية الجديدة الأربعة عشر نعم هو في الحقيقة طموح مشروع لمواطنين لكن لابد من أن نذكر بأننا نعمل في إطار ملفين مفاصيلين هناك ملف يخص خارط الطريق التي رسم مع علمها فخامة سيدة رئيس الجمهورية بموجب مجلس وزارة المصغر في جامف 2015 وهناك ملف الثاني الذي يخص تجمعات السكانية الكبرى والمدن الجديدة التي صدر المرسوم من تاعه مؤخرا يعني الآن أمام أمرين أو ملفين منفاصيلين تماما نعم منفاصيلين تماما بالرغم من أنه تقريبا طريقة تتشابه لأنه نحن أمام مقاطعات إدارية محدثة لكن هي استراتيجيتين يعني يختلفوا في بعض المعطيات بالنسبة لولايات الهضاب العليا هذا التزام التزام لفخامة سيدة رئيس الجمهورية وكان عبر عليها فخامة سيدة رئيس الجمهورية في عدة مناسبات وكذلك الحكومة في العديد من المواعد وبالتالي هو مكسب كما كان بالنسبة للولايات الجنوبية الآن شفتوا بأنه كين مرسوم آخر لاستكمل الولايات المنتدبة بجنوب البلاد وذلك بإحداث المقاطعة الإدارية والولايات المنتدبة للدبدب وهو إنجاز آخر إنجاز هام جدا لأنها منطقة حدودية تعرف حركية اقتصادية كذلك هو إقليم شاسع للابد من تأطيره لأنه في حاجة إلى مرافق قاعدية وفي حاجة إلى ديناميكية جديدة على المستوى التنمو بالتالي سنستكمل الولايات الجنوبية كذلك كنا بصادة تقييم من 2015 إلى 2017 كنا بصادة تقييم المرحلة الأولى وهي مرحلة تنصيب الولايات المنتدبة الجنوبية عندما باشرنا العمل مع الولايات المنتدبة الجديدة المحتثة في 2015 لاحظنا بأن هناك بعض الصعوبات في التنسيق هناك بعض الاحتياجات التي تم التعبير عنها على المستوى التنظيمي منها ضرورة تعزيز صلاحيات الولايات المنتدبين أولا ثانيا ضرورة إنشاء مصالح خارجية للدولة جديدة على مستوى هذه الولايات المنتدبة حتى نجعلها تقوم بالعمل التحابي كل استقلالية وتقوم بالمبادرة بكل ما يندرج في إطار تنمية هذه الجماعات الإقليمية وكان هناك مرسومة تصدر مؤخرا لتعزيز هذه الصلاحيات لأنه في العدد 72 هذا الأخير ما قبل الأخير للجريدة الرسمية قام بتعزيز هذه الصلاحيات منتاع الولايات المنتدبين والتي ستستفاد من الولايات الجنوبية وسيتم تعميمه ليشمل في المستقبل حتى ولايات المنتدبة للهضاب العليا كذلك هذا التنظيم الإداري الذي نحن بصدد وضعه على مستوى الولايات الجنوبية وولايات الهضاب العليا كما سبق لي وأن قلت يندرج ضمن خارطة الطريق التي رسمها في خامة سيد الرئيس الجمهورية للتوجه نحو تنظيم إداري جديد على مستوى الولايات الجنوبية وهي المرحلة الأولى التي تم تنفيذها واستكمالها بموجب هذا المرسوم الأخير ثم سننتقل إلى ولايات الهضاب العليا في مرحلة ثانية ثم الولايات الشمالية في مرحلة الثالثة وذلك بخلفية تأهيل هذه المقاطعات الإدارية الجديدة أو الولايات المنتدبة التي ستحدث سوف يتم تأهيلها ومرافقتها ببرامج تنموية خاصة خاصة وأنه في خامة سيد الرئيس الجمهورية يقرر مؤخرا بإعادة تفعيل صندوق الهضاب العليا وصندوق الجنوب لمرافقة هذه الاستراتيجية والسماح لهذه الولايات المنتدبة من أن تتدارك بعض النقائص ربما التي كانت مسجلة هنا وهناك حتى ننتقل إلى مرحلة جديدة لأن كل من قموا به هو هذا التنظيم الإداري يندرج في إطار آلية عدم التركيز ورانا نعمل في التحضير لقانون جديد للجماعات المحلية اللي راح يسمحنا بالانتقال إلى أفق آخر في التنظيم الإداري وهو تشبيع هذا التنظيم أو آلية عدم التركيز بآليات أخرى والتي هي آليات تعميق للمركزية وتوسيع التمثيليات على مستوى هذه الجماعات المحلية الجديدة وهذا لذلك نقول بأنه هي استراتيجية متكاملة مرحلية لرانا نفذها مرحلة بمرحلة وبالتالي لا يجب أن نسرعه لابد من إنضاج هذه المشاريع حتى نوصل إلى النتائج المرجوة وهي أننا نضع هذه الجماعات المحلية نضعها في سياق تنموي لتناسب مع الطموحات تعمل بلادنا وتعمل مواطنين بصفة عامة طيب لو نتكلموا على المعايير أكيد أن هناك معايير موضوعية تعتمد أو تعتمدها السلطات العمومية في عملية التلقية الإدارية لو نتكلم عن بعض هذه المعايير هناك عدة معايير وفي الحقيقة ليس المعايير الديمغرافي ليس هو المعايير الوحيد الذي نأخذهه بين اعتبار هناك المساحة نتعى الإقليم هناك المسافات هناك البنيات القائدية هناك قابلية الحياة الاقتصادية للتجمعات المحلية هناك التناسق الاجتماعي على مستوى هذه الجماعات الإقليمية كذلك لا بد من الانطلاق من الخلفية التاريخية لكل هذا التنظيم لأن هناك ارتباطات ما بين مختلف البلديات والضوائر حتى ما بين الولايات المتجاورة وهي الارتباطات التي تولدت عنها تقريبا تبادلات اقتصادية عميقة جدا وكذلك اجتماعية وهي كلها معطيات للابد من أخذها بين الاعتبار التروي في دراستها حتى نوجد جماعات محلية جديدة متناسقة تماما ومقاطعات إدارية فعالة لتجيب ثمن هذه الخلفية التاريخية ثمن من هذا التشابك الارتباطات ما بين هذه البلديات حتى تسمح لها لكي توضع في سياق استراتيجي تنموي يتناسب مع توجهات مخططاتنا الاستراتيجية اللي نقوم بها خاصة المخطط اللي نعمل عليه وهو التحول بالجزائر نحو 2030 وربما أيضا الانتقال إلى التقسيم الجديد لا يكون على حساب ربما الواقع الاقتصادي والسيرورة الاقتصادية الموجودة حاليا السيرورة الاقتصادية هو معطى من معطايا علاقات الاقتصادية الموجودة بين الجنوب والهضاب والهضاب والشمال أيضا نعم لأنه ربما من بين العوامل اللي خلتنا نتريثه ربما بالنسبة للمرحلة هذه نتعى الولايات الهضاب العليا لأنه ولاية الهضاب العليا عندها خصوصية هي ولايات ربط ما بين الشمال وما بين الجنوب هناك ديناميكية اقتصادية التي هي الآن موجودة لتحركها الولايات الهضاب العليا هناك نسق للتفاعلات ما بين شمال البلاد وجنوب البلاد وهو نسق مهم جدا لأنه يرهن كل الحياة الاقتصادية على مستوى الولايات الجنوبية وكذلك يحدد النمط انتعهد لعلاقة الاقتصادية ما بين ولاية الجنوبية والولايات الشمالية بالتالي فكل إعادة ناظر في التنظيم الإداري لهذه الولايات الوسيطة اللي هي ولاية الهضاب العليا لابد من أن يدرس بصفة دقيقة حتى نسمح بمواصلة لعب هذا الدور الربط ما بين شمال والجنوب وكذلك توجيه هذا الدور هذا باش نطوره ونحدث ديناميكية جديدة لأنه هذه الولايات اللي رهي تقوم بالربط فيما بعد مع الديناميكية الاقتصادية رهي رهي تسمح بتوطين استثمارات جديدة لرهي رحي تقرب الخدمات نحو الولايات الجنوبية وكذلك بالنسبة كذلك الأمر بالنسبة للولايات الشمالية لرحي تستفاد كذلك من الانطلاق الاقتصادية للولايات الجنوبة سيحصلوا حديثة ظاهرة اليوم حديثنا نواصلهم مع السيد عبد الرحمن صديني المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نقطة أخرى سيدي نقف عندها عملية تقييم الولايات المتدبة على مستوى جنوبنا الكبير ما هي نتائجها وكيف تمت هذه العملية؟ نعم هو العملية تقييم التي قمناها بالنسبة للمرحلة الأولى من حياة هذه الولايات المنتدبة الجديدة وهو أنه لاحظنا أنه لا بد من تعزيز صلاحيات الولايات المنتدبة لتشمل مختلف قطاعات النشاط لأنه كان لا بد من التكفل بكل قطاعات النشاط على مستوى هذه الولايات المنتدبة لسيما أنها ولايات تبتعد عن الولايات الأم بمئات الكيلومترات نمد مثل عن صالح تبعد عن تامر راست بسبعمائة كيلومتر عن قزام بربع مئة وخمسين برج باجي مختار عن أضرار بما يزيد عن تمنمائة كيلومتر إذن هي مسافات شاسعة شاسعة جدا التي تقتضي لكي تكون المصالح الخارجية للدولة أولا ممثلة على مستوى هذه الولايات المنتدبة وبالتالي تقريب كل الخدمات الجوارية أو الإدارية من الساكنة وتخصيص هذه الولايات المنتدبة ببرامج تنموية خاصة تشمل مختلف قطاعات النشاط هذا سيحدث ديناميكية جديدة وهو ما أقره في خامس سيد رئيس الجمهورية من خلال المرسوم الأخير حيث وسع من صلاحية السادة الولايات المنتدبين ووسع من تشكيلة المجلس التنفيذي للولايات المنتدبة بتمثيل مختلف المصالح لأنه فيما سابق كانت هناك مثلا مديرية منتدبة واحدة تشمل قطاعين أو ثلاث قطاعات لكن الآن تم فصلهم حتى كل مديرية منتدبة تكفل بالقطاع انتحها بالنجاعة المطلوبة إضافة إلى هذا كان هناك ربط بالولايات الأم من ناحية المصالح المالية الآن تقرر باش تعطى أكثر استقلالية في التسيير المالي أو المخصصات المالية على مستوى المنالة المنتدبة دون الرجوع إلى الولايات الأم وهو ما سيسمح من التسريع في تنفيذ البرامج التنموية كل هذه المخراجات جاءت بناء على تقييم التي قمنا به لتجربة التي خذناها ابتداء من 2015 والعملية متواصلة لتشمل جوانب أخرى لأنه لا بد من أننا ندخل في تفاصيل أدق الآن نتوجه نحو نموذج تنموي للإقليم لأن التنمية يمكن أن ترتكز على الساكنة لاحظنا بأن تركيزنا على الساكنة بالدرجة الأولى هو محفز لزياد الطلب الاجتماعي عوضا عن تحرير المبادرات الاقتصادية وتوطين استثمارات جديدة فالآن نتوجه إلى تنمية متجانسة للإقليم في إطار المخطط الوطني المعمول به حتى نجهز هذا الإقليم بكل المرافق القاعدية لمنشأنها تطوير الديناميكية الاقتصادية المرجوة ونوصول إلى تنوع الاقتصاد سيد عبد الرحمن صديني المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات الماحلية والتهيئة العمرانية شكرا جزيلا لك على تشرف برنامج أخبار الظاهرة شكرا لك عبد السيد أخبار الظاهرة مازالت متواصلة معكم مشاهدين الكرام وفيها حديث أيضا عن حصيلة نشاطات الوكلة الوطنية للتشغيل بعد هذا الفاصل